اشتركوا في القناة ينعي ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل صباح المالكة الكرام وشعب الكويت عزيز إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت داعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون وبناء على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى صدر قرار جاء فيه حدادا على روح الفقيد الراحل المغفور له الصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام ترجمة نانسي قنقر